مرحبا بتمنى تكونوا بخير اليوم رح نحضر سوا اطياب كوكيز بثلاث نكهات بعجينة واحدة سهلة ولذيذة جدا واهم شي انه بدون باد ابدا بتاعوا نشوف سوا كل اسرار نجاحها وتفاصيلها وبتطلع اطياب من الكوكيز الي فيها باد بتاعوا نشوف سوا كيف حضرتها بطريقة ولا اسهل مكونات كتير بسيطة وموجودة بكل بيت اول خطوة عندي هون ربع كوب من الزبدة الدايبة حوالي خمسين جرام من الزبدة حطيت فوقن نص كوب من السكر البودرة مع رشة فانيليا بتعطيها نكهة كتير طيبة هلأ رح حرك هالمكونات كلها مع بعضة رحتى اتأكد بس انه السكر نخلط مظبوط مع الزبدة من بعد ما اتأكدت انه نخلطه مظبوط رح ضيف عليهم كوب من الطحين ومعلقة صغيرة من البايكينج باودر ونص معلقة صغيرة من البايكينج سودا هلأ رح حرك هالمكونات كلها ياتا مع بعضا ما بحاجة بقى نحرك بالشريط مجرد تقليبة بسيطة بالمعلقة بس لحتى اتأكد انه كل المكونات انخلطوا معنا مظبوط ورح تلاحظوا انه صارت عندي العجينة ناشفة بالعكس هيدا المطلوب نحصل عليه من بعد ما تأكدنا انه نخلطوا كل المكونات مع بعضا هلأ عندي هون حليب سائل رح ضيف حوالي لتلات ملاعق من الحليب السائل بس رح ضيفهم تدريجيا لأن بيختلف حسب نوعية الطحين رح ضيف معلقة معلقة ورح قلب لحتى احصل على عجينة متماسكة بس مش اكتر من 3 معالق من الحليب هيدو في الثاني معلقة ورح بلش قلب المكونات لحتى يتجمعوا كل هالمواد الجافة واحصل على عجينة متماسكة هلأ رح قلبون كتير منيع متل ما شايفين ورح ضيف المعلقة الثالثة من الحليب السائل هيدو المقادير مكونات المقاديرة مزبوطة بالملة يعني ما بيحاجة تزيدوا لطحين ولا حتى مواد سائلة رح قلبون هلأ بالمعلقة ارجع رح شيل المعلقة ورح كفت قليب بإيدي لحتى تجمع العجينة على بعضها ما بدها عجن كتير بس مجرد انه لما العجينة على بعضها متل ما شايفين اللي حتى حصلت على عجينة متماسكة ومضف طلة اي شي بس جمعت المكونات على بعضها هلأ رح قسم العجينة لثلاث اقسم كل قسم منها رح نعمله بنكهة شكل فيكن تزينوا العجينة وتقسموها على الميزان وفيكن على النظر وفيكن تعملوها كل ايات للعجينة نكهة واحدة طبعا كله حسب انتو بتحبوه بس انا حبت اعطيكن ثلاث افكار بعجينة واحدة هلأ رح نحط كل العجينة بكاسة لحال لحتى نحط اللى النكهة المختلفة عن التانية اول نكهة رح نعمله رح ناخد من الشوكلت شيبس واذا مش متوفر عندكم شوكلت شيبس وعندكم بار شوكولات فيكن تقطعوا منو وتحطو وتخلطو مع العجينة طبعا كله حسب المتوفر عندكم رح قلب العجينة متل ما شايفين لحتى تأكد انه شوكلت شيبس الداخل مضبوط وصار بقلب العجينة هيك اول نكهة بتكون صارت عندي جائزة بالنسبة للنكهة التانية عندي هون حوالي المعلقتين الصغار من الكاكاو والغير محلة طبعا وكمان عندي وكمان عندي هيدا النكهة هي دبل كوكيز كمان رح قلبون كتير منيح مع بعض لحتى يجانسوا وهيك من بعد ما حصلت على عجينة الدبل كوكيز رح حطها على جنب بالنسبة للنكهة التالتة عندي هون لون احمر لون طعام طبعا عندي لون احمر رح نعمل كوكيز رد فلفت عندي هون شوية شوكولات ابيض كمان بيلبقل معها الرد فلفت الشوكولات الابيض كمان رح قلبها مع بعضها لحتى تاخد اللون المطلوب وينخلت الشوكولات مع بعضه متل ما شايفين صارت عندي بهيدا الشكل هلا رح اخد الصونية اللي رح تفوت على الفرن طبعا بها الوقت منكون عم نبلش نحمل فرن على حرارة مية وتمانين من تحت بس ما منشغل من فوق ابدا بس من تحت هلا رح ندهن الصونية بنقطة زيت واذا عندكن ورق زبدة كمان فيكن تستعملوا متل ما شايفين عملت الكوكيز بهيدا الشكل لحتى صاروا عندي بهيدا الشكل رح فوتن على الفرن بس قبل حابة تزينن بشوي من الشوكولات شيبس على الوجه طبعا هيدا كله اختيارة فيكن تزينون حتى لو عندكن سمارتيز او اي نوع مكسرات او اي نوع شوكولات انتو بتحبو كله هيدا فيكن تتفننوا فيه متل ما انتو بتحبوه متل ما شايفين الكوكيز تشوكليت شيبس حطيت على وجه تشوكليت شيبس وكمان دبل تشوكليت كوكيز كمان حطيت علي وجه قطع من الشوكولات فيكن طبعا من دوما تحطوا على وجه اي شي هي اصلا فيها قطع شوكولات بقلبه واخر شي الكوكيز الريد فلفت عندي هون قطع من الشوكولات الابيض رح حطها على وجه لازينة بس مش اكتر كله اختيارة متل ما قلنا هلأ هيدا الصونية صارت جاهزة تفوت على فرن حامي على درجة حرارة 180 بياخدوا 15 دقيقة بس ومن بعد 15 دقيقة بالفرن طلعتم من الفرن وتركتهم يبردوا على الاخر لحتى صاروا عنا بهيدا الشكل متل ما شايفين بتشهي ريحتها كتير حلوة وطعمها كتير لذيذ بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم يلي هي كوكيز بدون باد بثلاث نجهات مختلفة بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بتمنى تجربوا الوصفة ونبقى لكم صحتان ترجمة نانسي قنقر